اهلا وصلا بكم بيبادو تريد اليوم راح فرجيكم مؤشر بيستعملوا احد اهم المحللين يلي اسمه تك ديف وبيفرجينا انه موسم الالتكوينز قرب هلا ما بعف اذا موسم الالتكوينز قرب ولا لا بس عندي كتير معلومات عن كزا التكوين منه ايث كاردانو ايب شيبا اكسر بي لونا دوت فيت وغيرهم فيديو كتير مهم ركزوا معي لايك انسبسكرايب للشانل وخلينا نبلش تك ديف هو احد اهم المحللين على بعالم الكريبتو هو بيستند على بقارن شو عم بيصير هلا على البلوكتشين وشو صار قبل على الجراف اللي عم بيصير هلا بالالتكوين زي ما تطلع على الالتكوين ماركت كاب كتير قريب على اللي صار بين 2014 و 2016 كتير بيشبهه بعده بعد هالاشي اللي عم بتصير هلا صار طلعة كتير كبيرة تقريبا نحن بهال موقع هون نفسه صار هون يعني على حسب تحليلات تك ديف فيه طلعة كتير كبيرة للالتكوينز مش بس هيك في 72 بالمية من المستشارين الماليين بيقولوا انه بيهمهم امر يحطوا كريبتو امفاسمنتز للكاستمرز تباعهم للزبائن تباعهم اذا في سبوت ايتي اف ومنعرف في سبوت ايتي اف جاي قريبا جري سكيلز اللي عم قدم على واحد وكذا غيره هلا اذا صار الكريبتو بول ماركت اول كريبتو بتبلش البول ماركت او بتبلش السورج الالت سيزن هي بتكون الاثيريوم الاثيريوم في عنده خطوة كتير مهمة يلي هي بدأت تنتقل من بروف اف ووك لبروف اف ستيك اول شي هون صار انه عملوا ويجربوا التاست تقريبا خلصوا وعملوا فحوصات على فحوصات عم يفحصوا عم يشوفوا اذا كل شي ماشي ما فيه شي اغلاط ما فيه شي بيعمل مشاكل لما انه الاثيريوم هي اهمة كالالت كوينز هناك وفيه كتير عليها ترانزاكشن بصير عمولات كتير عليها من ديفي لنفتي كل شي تقريبا معمول على اكترية الاشي معمولة على الاثيريوم بس صار تأخير كانوا متوقعين تطلع بالجون هلا صار تأخير اهم اللي يطوروا الشبكة قال انه سيكون في تأخير كم شهر بعد جون هلا ان شاء الله ما يأخروا بعد اكتر لانه اذا اخروا زمان عم يجربوا يشتغلوا على هذا الموضوع اذا اخروا اكتر يمكن يؤثر هالشي على السعر بس بالمجمل اثيريوم ما فيه كنت تستعملوا ديفي او انفتي كل شي تستعملوا بالكريبتو اكترياته معمول على الاثيريوم غير هيك شو فيه اخبار منيحة عن الاثيريوم الاثيريوم تقريبا فيه 11 مليون و 400 ألف اثيريوم ما عملوهم ستيكين يعني مثبتينهم قد ما ياخد وقت الاثيريوم لا يطلعهم ما احدا فيه يسحبهم بياخدوا عليهم فوائد بس حتينهم مثل بحساب مجمد ايمتهم 34 مليار دولار يعني تخيلوا قدي بها العالم بيقامنوا بالاثيريوم لدرجة انه حطوا كلها لأدي اثيريوم و تركينهم قد ما ياخد وقت لا يصير بروف او ستيك هنه بيقامنوا فيه لها الدرجة اهم اللي عاملينهم ليدو كراكن كتير شركات مهمة هنه عملي الاثيريوم بس اذا بيطول كتير الاثيريوم في كتير الاثيريوم في كتير الاثيريوم سولانا افلاج كاردانو كل هولا للاير وانز ناطرين عم ياخدوا من الماركت شير تبع الاثيريوم عسيرة الكاردانو الكاردانو كمان مثل الاثيريوم في عنده شي اسمه وفاسل هاردفورك نطرينه في جون ولهلا ماشيين على ستيجول الفاسل هاردفورك هو بيخلي الشبكة الكاردانو تكون أسرع فيهم يعملوا ترانزاكشن عليها بدون يشغله هايدرا هايدرا هي فيهم يعملوا سايدشينز عليها شبكات فرعية من الشبكة الاسية لتخلي شبكة تستطيع تعمل ترانزاكشن وهالشي كتير مهم ليكبر الديفاي ليصيروا يشغلوا كتير اشي في اكتر من 500 جاهزة على الكاردانو لتنزل بس نطرين لهذا الـ وهذا الشيء كتير بولش بتجون للكاردانو غير هيك الكاردانو بلشوا اي في ام يعني هو اثيريوم فيهم يعملوا مثل جسر من الاثيريوم على الكاردانو وفيهم ينقلوا سيولة ومصاري من هونيك لهون هالشي اللي حيعليلهم الديفاي المصاري اللي عم تتثبت على الديفاي اللي يعملوا منها فويد ولكن يتفوض كتير مصاري على الكاردانو سايدشين كتير اشياء تصير على الكاردانو بعد ما نعمل رفلكشن على السعر بس قريبا ستبدأ بالسعر ترانزاكشن ثروبوت سرعة العمولة كل معاملة ادي سرعتها و ادي كمية التعامل عم تكون من اعلى النسب متل ما شايفين تاريخيا كل ما يكون في هاردفورك يعني مرحلة جديدة من الكاردانو السعر قبل ما يوصل هالمرحلة هون الشيلي هاردفورك بأب السعر بشكل كبير ماري هاردفورك أب السعر بشكل كبير هلأ جايين على الفاسل يعني متخيلين السعر يأب بشكل كبير على الفاسل مثل كل هاردفورك حاليا فات خمسين مليون دولار على الديفاي بزرف 24 ساعة لأنه عم ببلشوا في كتير اشياء عم تبلش عليك ونعرف في ستيبل كوين جد في كتير اشياء منيحة على الكاردانو أنا كتير بولش على الكاردانو أنا بحمل كاردانو وعنده مستقبل كتير من هلأ إلى جون سيكون هنا الانفتيز الانفتيز كتير بولش الانفتيز الانفتيز أول شي عملوا أحسن من حيالة كريبتو عم يعملوا نتيجة على أسعارهم أكثر من بقية العمليات قدروا يتحملوا أكثر نزلي بالسوق يعني عم يعملوا لبقية الكريبتو عثيرة الانفتيز الانفتيز 50% لأنه روبين هود معقول يعمل له لستنج هيدا إشاعات مبارف إذا ستطلع 150% ماني عم بقلكم نروح اشتروه هلأ بس هيدا هيدا أرتيكل كتبينه على الكوين تيليغراف بما على روبين هود الشي بقينه الشي بقينه أنا كل العالمين بتعرفني ما بحب المام كوينز بس الشي بقينه مش متل بقية المام كوينز عم يشتغلوا ليغيروا يبطلوا مام كوينز يفوتوا على الميتا فيرس يعملوا داكسز عم يشتغلوا على حالهم وهالشي كتير منيح شي بقينه أول شي عالي سعره بشكل كبير لأنه روبين هود عمل له ليستنج نزل على المنصه وغير هيك بلشت الميتا فيرس لانسيل عم تعمل الميتا فيرس والأراضي عم تنبيع أول دخول على الأراضي لتشري أراضي بالميتا فيرس بلشت بالشيبا وهالشي علل استعمال الشبكي كتير 500.8% وعم بصير في تحسن على هالأساس أجن الشي بقينه أنا برأيي خطرة بس عم بحسنه عم يمشوا على الطريق الصحة وفي كتير عالم تحبه الأكسر بي أخبار عنا أخبار عن الأكسر بي الأكسر بي ربحة جزء من المحاق مش جزء ربحة خبرية كانوا بالمحكمة الأكسر بي ملاح يطلع سالة مزبوط غير ما تخلص المحكمة ويربحوا أو يخسروا بس لازم يعرفوا شو عم بصير القاضي كانوا السك عم بيستعملوا أشياء ضد الأكسر بي القاضي قال لهم مفكن تستعملوا هالأشياء وهالشي كان منيح للربو إن شاء الله تخلص القاضية قريبا وبيقب سعرك بشكل كتير كبير الخبرية اللي بعدها كان عن اللونا اللونا بعضهم عم يشترو اشتريو ب 2500 بيتكوين مش من زم هلا بمئة مئة مليون دولار بيتكوين اشتريو وبعضهم عم يشترو ما لاح يوقفوا بس الترا ديفاي طبعا عم يقوى بشكل كتير واليو اس تي طبعا عم تقوى بشكل كتير كلنا بنعرف السولانا فات عليها الأفالانش فات عليها هلا بلشوا يعملوا تارجتينج للبوكا دوت البوكا دوت ديفاي أكالا عملوا أجريمنت مع الترا ترا ترا لونا وحتى كوساما يلي هي السايدشين تبع بوكا دوت كمان عملت أجريمنت لتعمل سبورت عليها بوكا دوت في أخبار كتير كتير مهمة عليه مثل ما انكم شايفين الأكالا نتورك مع الأنكر بروتوكول يلي هو على الترا لونا ايكو سيستم عملوا ميرجر وهالشي كتير منيح للكل مش بس لألن غير هيك الفي تشين الفي تشين عمل عمل ديل مع البينانس سمارتشين عمل بريج يجمع على تنين هالشي كتير مهم ليش مهم الموناع البحر الذي تجربنا على ديفاي هي أهم الشيء بالساببلاي تشين ولكن وقت الآن يتجرب تفوت البينانس كما تكون علاجه بالكوزموس إذا عملوا جسر للبينانس يعني اعملوا جسر للكوزموس ومن الكوزموس يمكنهم موجودوا على اللونا وكراونس وعلى الكورونوس يمكنهم موجود شبكات غير بهالجسر وهالشي كتير كتير بولش للفيتشين انا فيتشين بوليش انا احمل فيتشين و بايمان فيها للمستقبل رونان اكسلويتر هولي سرقوا و سرقوا عملوا هاكي و اخذ 21 الف ايث عم يستعملوا تورنيدو كاش لحتى يخبوا هاليث تورنيدو كاش تكون فكروا فيها مثل خلاطة بتحطوا الكريبتو تبعكم و بعمل خلطة بتاخدوا الكريبتو ما فيهم يرقبوهم كثير بس هالي برايفيسي كريبتو مثل تورنيدو كاش تكون غيرهم سيجدهم دولات الدول و هكذا بدأت تعملهم وينين تقاوننهم لان هالشي يمكن اثير عساره نزود اهيتر انا براييه براييه هدا مل سيروحوا محل ال برايفيسي كوينز لانهم استقبل بده سرية بس هيدا الشي كتير منيح كتير منيح اذا بنعمله اينون لحتى يحمي من السرقات ومن هذه الأشياء هالمعلومات اللي عندي هاليوم حكينا عن كتير اشياء ما بدي طول عليكم اكتر انا بشوفكم مرة تانية بفيديو جديد وماركت ابديت جديد thank you